حصل ما كان متوقعا وحذر منه سابقا انفجاران في كابول يخلطان الأوراق مرة أخرى حيث تتوجه الأنظار لتنظيم داعش الذي اتهم بالضروع بالهجوم التفجيران جاء بعد ساعة قليلة من تحذيرات جدية وموثوقة نقلتها وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أكدوا خلالها عزم تنظيم داعش استهداف بوابات مطار كابول وهو ما حدث بالفعل خسائر تضع حركة طالبان من جديد في امتحان صعب بين الخارج الذي لم يعطي حتى الآن اعترافا بها أو قبولا بنهجها الجديد وبين مواجهة الرافضين لها وحفظ الأمن في بلاد اعتادت على الحروب وبدأ الطالبان عهدها فيها بإعلان انتهاء أكبر مأساة للغزو الذي استمر عشرين عاما من جانبها أكد الطالبان أن التفجيرين الذين وقعا خارج مطار كابول حدث بمنطقة تحت سيطرة القوات الأمريكية بينما تعهدت الحركة بإلاء عمليات حفظ الأمن أهمية قصوى ومحاسبة من وصفتهم بدوائر الشر بشكل حاسم ومع تسابق الولايات المتحدة وحلفائها مع الوقت لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين والرعاية الغربيين وبعض الأفغاني المتعاونين معهم من كابول يظهر أن الواحد والثلاثين من شهر آب الموعد النهائي لانسحابها العسكري الكامل سيكون يوما مفصليا في تاريخ البلاد في هذا اليوم ستوضع حركة طالبان في تحدي كبير يظهر مدى توجهها حقا نحو التشاركية في تشكيل الحكومة وكيفية النهوض بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا في وقت يرفض الغرب دعم أي خطوة للأعمار أو الاستقرار ويحمل الأفغانيين المسئولية وحدهم لبناء بلادهم رغم مسئولية الغرب عما حلى بأفغانستان من كوارث خلال عقدين من الزمان ختمت بسيطارة سريعة ومفاجئة لحركة الطالبان على كابول